طب تعالوا نشوف فقا احنا عايزين نوصل لإيه من الكلام اللي احنا بنقوله ده احنا مش قصدين ان احنا ننكي جرح عندنا لكن احنا عايزين نقول ان ده مش نهاية العالم لو حتى الجواز وصل وبقى جواز مصالح احنا نستطيع ان احنا نرجع تاني وما فيش مانع ان الواحد فينا يبقى عارف ان الجواز ده كان في الاول جواز مصالح بس نرجع تاني ونخلي الجواز ده يتبني على أسس مهمة ازاي الجواز اللي هو اتبني على مصالح ممكن يتحول الى جواز مليء بالمواد ده والرحمة اول حاجة لابد ان احنا نعرف ده نعرف ده يعني ايه لابد ان احنا نخرج من ان احنا نكذب على نفسنا وكل واحد فينا يحاول يخدع التاني لابد ان الواحد يصرح نفسه يعني اللي تجوز جواز مصالح يقول والله انا كفياني لعب كفياني استغلال للناس تعالوا بقى نتكلم بقى ازاي البيت ده وخاصة اللي بقى عندهم عيال وبقى عندهم اولاد وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول ازاي يحصل تضيع الانسان من يعول لانه بيحس السيد الشخص اللي قدامه ده ده وسيلة واداة فقط ويحصل ده كتير اوى اوى اوي لما يجي الزوج يقول لي زوجته انت ملكيش لازمة في البيت ده غير انك تخدمي العيال وتخدميني وبس اه ده شكل من اشكال جواز المصالح طبعا ده مش الجواز اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم طالب فيه استوصب النساء خير ولا الستة اللي تيجي تقول له انت ملكش انت سازج وملكش في تربية الاولاد انت ما تعملش حاجة غير فقط بس غير ان انت تجيب لنا فلوسه بس هل ده جواز مصالح طبعا طب نعمل ايه بقى اول حاجة ببساطة خالص الشخص اللي حاسس ان ده جواز مصالح لازم يقف مع نفسه وما يجدبش عن نفسه ما يبررش لده ما يقولش النفسه طب انا كنت اعمل ايه ما انا كنت مضطر ده اول حاجة لازم ينتهي عنه يبطل التبرير لنفسه يبقى اول حاجة يتوقف عن التبرير تاني حاجة عشان يتخلص من هزا الفكرة يعرف ان في حلول كتيرة ممكن نعمله يبقى اول حاجة يعترف في ده وما يبررش لنفسه الامر التاني والمهم ان هو يروح لشريك الحياة اللي هو يستغله وفي بعض الاحيين مص دمه لو واحد نتجاوز واحدة اقل منه بعقدين تلاتة اقل منه بعشرين سنة بتلاتين سنة واهلها جاوزوها بس عشان المال يعمل ايه ببساطة خالص يبتدي يحاول يدعم بناء شخصية الزوجة او الزوج اللي قدامه يبتدي يخرج احلى ما فيها ويحسسها بان هي كبيرة يحسسها ان هي انطجة ويحسسها بان هي لها اهمية في الحياة يبقى تاني موقف لازم نعمله عشان الجواز المصالح ده ينتهي هو ان انا اكبر الشخص المستغل واخرج احسن ما فيه هل ده ممكن؟ طبعا اول حاجة لازم اكلمه بطريقة مختلفة عن الكلام اللي انا كنت بعمله لان الشخص اللي بيستغل شريك حياته طول الوقت بيكلمه كلام بيخليه يحس بانه ناقص ويحس انه متكسر لا احاول اعيد المسألة مرة تانية اعمل ايه؟ اول حاجة اتكلم بكلام ايجابي عن هذا الشخص اللي هو تم استغلاله الحاجة التالتة بقى والمهمة ان انا اشوف افضل حاجة بيعملها وابتدى وسعها هي شطرة في الاكل فامدح جدا 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 ان هي وفرت لنا ان احنا ناكل من برة ووفرت لنا كمان ان احنا صحتنا تتأذي فابتدى اقول لها كلام ايجابي والحاجة الرابعة ابتدى اعمل خط التطوير للشخص اللي تم استغلاله لان الشخص اللي بتاع جواز المصالح دايما بيحاول يحافظ على الشخص اللي هو استغله في مستوى ده لا لو هي ما كانتش يكمل التعليمه اخل اسعدها لان اتكمل تعليمه لو هو في مستوى الاجتماعي ده مستوى ثقافي مش مناسب حاول اخليه يقرأ وحاول اخليه يتعلم لما نكبره نكبر شرك الحياة ونخليه يخرج احسن ما فيه دي معالجة مهمة جدا 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 لزواج المصالح زواج المصالح في الحقيقة مؤلم وبيوجع وبيأذي بيأذي لان الشخص المستغل بيحس ان شريك حياته اللي مفروض يكون احسن حد بيدعمه بيكسره بيكسره ليه؟ عشان يفضل اداة في ايده ويفضل محتاج له تعالوا نغير الكلام ده وتعالوا نطور حياتنا وتعالوا نغير من ثقافتنا بان احنا نخرج اجمل ما في شريك حياتنا عشان يرجع الجواز مرة تانية جواز شركاء جواز اب وام بيرعوا مولود جديد اسمه الجواز مش جواز واحد اشترى سلعة ومن حقه انه يستخدمها زي ما هو عايز الجواز لو ان احنا اتعاملنا معاه على انه مولود جديد هيفضل المولود الجديد ده ممكن يتولد وممكن نكبره بالمواد ده والرحمة وبالامان وبالاهتمام وبالاحترام والتأدير تعالوا نحترم ونقدر شركاء حياتنا وكمان نحسسهم بالامان عشان يخرج الجواز من جواز المصالح الى جواز النعمة والاحسان يا رب اجعلنا نبني الفضل بيننا عشان نفضل الجواز الباب الواسع اللي احنا بنشوف فيه مددك لينا بالسعادة وبالهنى وبالفرح اشتركوا في القناة